شكرا جزيلا وأود أن أشكر وزير الخارجي سامح شكري لإستضافتي اليوم في القاهرة الموقف في غزة في الواقع متفاقم في ظل الأزمة الإنسانية إننا بحاجة ملحة إلى وقف الإطلاق النار من أجل الوضع الإنساني وأن نكفل أن المساعدات تصل إلى من يحتاجونها إذن فإن القانون لابد أن يكون لزاما على كل الدول الفاعلة والجهات الأخرى من غير الدول الفاعلة أن تلتزم بمبادئ القانون الدولي الإنساني وأشكر مصر وسيد وزير الخارجية لاستجابتها لهذه الأزمة في الواقع متواجدة منذ سنوات وأنني أقدر أن مصر هي صوت مهم في المنطقة وأنها تدعو إلى عدم التصعيد والعمل مع الشركاء في المنطقة وكي تكفل أن هذا العنف لن ينتشر السيد سامح شكري وأنا كذلك ناقشنا تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون شك بأننا بحاجة إلى زيادة كبيرة في المساعدات للوفاء أو بالوضع الإنساني المتفاقم في غزة مع تكشف هذه الكارثة أمامنا وأن هذا لابد أن يحدث سريعا وبصورة ملحة لهذا السبب أننا قد دعونا مرات عديدة إلى وقف فقف نار إنسانية كذلك فأننا تحدثنا عن المواطنين الذين يسعون إلى مغادرة غزة وأن كذلك تحدثنا وكذلك العبور عبر معبر رفح كما تحدثنا فإن العديد من المواطنين قد عبروا من خلال معبر رفح وأنني أشكر السيد سامح شكري على تيسير هذا الأمر لعبور هؤلاء المواطنين وهذا التعاون في هذا الصدد وأننا سوف نواصل الجهد والعمل دون كلل لحل هذه الأزمة وكذلك نستقبل من يريدون المغادرة من غزة فيما يخص إيميلي هاند مع عقد اجتماعي بالأمس مع والدها فإيميلي في الحقيقة هي في مواطنة أرلندية وكانت من أحد الرهائن في غزة واختطفت يوم 7 أكتوبر يمكن أن نتخيل الصدمة الكبيرة التي تتعرض إليها هذه الطفلة وكما نعرف أن كل الرهائن لابد أن يتم إطلاق صراحهم ولا سيما الأطفال لابد من إعطاء أولوية لإطلاق صراحة الأطفال وأنني أقدر كذلك العمل الذي قمتم به خاصة هذه الحالة والحقيقة والأسلوب الذي أكدت عليه سيادتك فيما يخص هذه الحالة وإثارة موضوعها من خلال مختلف القنوات والأولوية التي أعطبتموها لهذه الحالة هو أمر نشكركم عليه وسوف نبقى على اتصالات وثيقة فيما يخص هذه المسألة أن أعلندا تدعم الشعب الفلسطيني وتطلعتهم المشروع لإنشاء دولة بشكل حاسم وأن كذلك نرى أن حل الدولتين هو الذي يقدمه مستقبلاً دائماً وكذلك يعمل على إحلال السلام في الوقت الحالي المجتمع الدولي ومع شركائنا الإقلاميين لابد من مضاعفة جهودهم من أجل تلك الأفاق السياسية في المستقبل وهي حل الدولتين لدينا علاقات قوية مع مصر ونقدر هذه العلاقات الوطيطة وسوف كذلك نعمل على الدفع وتقويد هذه العلاقات الصينية خاصة في سياق الاتحاد الأوروبي ونتطلع كذلك إلى تعزيز الحوار مع زملائنا في الاتحاد الأوروبي ومعكم في الفترة القادمة لأننا كلنا يجب أن نعمل على حل هذا الأمر في سياق هذه الحرب وهذا الصراع من أجل إنشاء مصار للخروج من هذا الصراع من أجل مواطني المنطقة وبخاصة المواطنين الفلسطينيين وكذلك المواطنين الإسرائيليين وفي النهاية يجب أن نكفل أن الشعوب تعيش في أنسجام وتتعايش بسلام مع بعضها البعض ومن الأخوة المنطقة تحتاج والدفعات المنطقة نعمل على حية حتيات الوائلات الرهيبة للهروب و Tang치를 على شكرا لدفعها لنصب الرجل